عودة إلى ملف الاستثمار وعلاقات التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم حيث عاقد المهندس حسن الخطيب وذير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسع مع وفد غرفة التجارة الأمريكية حيث استعرض اللقاء انشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وتم استعراض السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة وتناول اللقاء التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤكد على توجه الدولة خلال الفترة الحالية تنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين أضف الخطيب أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة لعمل على تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم المزيد من المعلومات ينضم إلينا هاتفيا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعد التحية لك دكتور كيف ترى ما تقوم به الدولة من خطوات وإجراءات مستمرة لتنشيط ورفع معدلات التبادل التجاري بشكل عام مساء الخير فندم أهلا بحضرتك وأهلا بصدر مشاهدين طبعا هناك مجموعة الإجراءات بدأت الدولة تاخدها بشكل كبير جدا للهدف منها زيادة حجم الاتصالات من ناحية وأيضا زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبين دول العالم لاسيما زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة سواء كانت هذه الإجراءات هي عملية التسليل في الخطوات الخاصة بعملية التصدير بزيادة حجم دعم الصادرات المتواجد فيه كلمته في الموازنة العامة المصرية نهضع بنكلم في دعم الصادرات تجاوز الأكثر من 25 مليار جنيه أيضا عندنا أيضا مجموعة من الإجراءات التسليلية سواء كانت بمنظومة الجمالك الموحدة وأيضا مجموعة من الإجراءات التغربية وتسهيل إجراءات الضغائب على المصدرين بشكل كبير خلال الأولنا الأخيرة كل الهدف منها أنه يكون عندي زيادة حجم الصادرات وأيضا يكون هناك عندي استراد ولكن استراد للمكونات السلعية استراد لبعض الخامات التي تحتاج لها الدولة المصرية وأيضا تسهيل عملية الاستراد خاصة في السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية شيء مهم جدا أن يكون هناك زيادة في حجم التبادل وإن كان الأفضل أن يكون حجم التبادل هو يعني يصبر فيه مصرحة أو في الجانب المصري من خلال زيادة الصادرات والوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار إحنا عندنا حجم الصادرات المصرية في عام 23 الصادرات المصرية تجاوزت إلى 52 مليار دولار طبعا سواء كانت الصادرات مفطية أو غير مفطية السلعية وأيضا الصادرات السلعية والخدمية تجاوزت إلى 34 مليار دولار رقم يعتبر جيد وإن كان الأمل أن يزيد هذا الحجم بشكل كبير فهيأتي ده من خلال أن يكون هناك دراسة للأسواق العالمية أيضا مع المجالس الأعمال المصرية في كل الدول العالم أن يكون هناك فكرة عن الأسواق واحتياج الأسواق الخارجية وزيادة حجم التبادل تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية